انت قلت على سمية الخبر اللي انت قلت في الانترو يا كريم بتاع شادي وحسام وفيه اهتمام كبير جدا بحسام بالمناسبة الراجل مركز مع حسام شريف كان حسس بنفس القصة لكن شريف هو تم التعويل انه انت لسه رجع من اصابة فلسه بتجهز الراجل مركز مع العناصر اللي جاهز اللي قدر يلعب بيوم ماتش الزهاب والعودة خاصة التشكيل الاساسي فالاولوية عند الراجل هو حسام حسن الاولوية عند الراجل هو حسام حسن المكان اللي الراجل لسه بيفكر فيه هو الوزيشن اللي هو قدام الاثنين بتاع وسط المععب الـ CDM's اليو ديانج عمر السلية موجودين لو الراجل قرر ان حمدي فتحي كمان يبقى موجود يبقى عمر السلية هو الراجل اللي هيعمل البرج وكأنه بقى البربعة تلاتة تلاتة مع تحرر زيادة لعمر السلية هل هو بس بيفكر فيها نظريا لا هو طبقها كمان في مباراة اسوان واشتغل بعمر السلية في الوزيشن ده وزي ما اشتغل به تحت رأس الحربة وفي الحالة دي اعتمد على حسام حسن ويلعب الاربعة اتنين تلاتة واحدة ده الشكل رحلة في عقل مارس الكولر طب لو لقى برونو عشرة هيلقى مين جناح هنا يبقى طاهر محمد طاهر هيتنقل من الجناح اليمين للجناح الشمال ويبقى عنده خيارين اما انه اشتغل بحسين الشحات لانه قدم عب شكل جيد في المباراة روالده وعنده قناعة كبيرة بيه اما انه هيعتمد على احمد عبدالقادر ويودي طاهر محمد طاهر في الوينج ليفت فهو طاهر لعيب قطعة اساسية عند الراجل سواء في الرايت او في الليفت مكان ترونو سافيو هيحدد البوزيشن اللي يلعب فيه نقطة كمان شادي ملعبش في المباراتين كمهاجم لعب في المباراة كمهاجم ولعب مباراة هنا كإنسايد وينجر في المسافة اللي ما بين الجناح وبين راس الحربة فده الشكل اللي بيفكر فيه مارسي الكولر وينددتي خيارنا كمان قولي انه ممكن يلعب شادي حسين وحسام حسين ما هو عمل كده ما حطش الاتنين في الملعب الا في جزء من المباراة لكن معاك عمل ده انه اعتمد على حسام وشادي كان بيشتغل هنا كراجل يبدو انه في الشكل الخططي مهاجم تاني لكنه هو راجل بيجي من الطرف الشمال ويشتغل انسايد وخلي بالك انه فيه لعيب كان ماشي بشكل كويس جدا لكن هو لم يقيد أفريقيا ولكسه قسته وقزمته ما تحتملتش محمود عبضمالعم كهرباء لاه بيلعف من الوانج ل descriptions بالنادي الاهلي قريب جدا لعيب بقى الخطوةλη احنا جاينا نتكلم عليها اللي بعدها او الإسم اللي بعد её انا نتكلم عليه مارسيليو وانا Eco فالناس بيقول مارسينيو واناس بيقول مارسينيو غلبت بدخلت عدل ادور كتير كتير على متشاط في الدور الصيني يدور الياباني ما دي اخر محطتين ования بيقولوه عمورشينيو. السؤال هم بيقولو في البرازيلة؟ بيقولوا مارسينيو. اليابانين با يقولوهم عايزينو. المشكلة إنهم حتى اللهاجات عندهم جوه البرازيل بتختلف يعني إتلاقي لعيب اسمه ماركينيو هو نفس السبيلينج بالزبط هو نفس السبيلينج بينطقوا لعيب اسمه ماركينيو ولعيب تاني اسمه مارسينيو بنفس السبيلينج بنفس الطريق شوف يا جيم انت عايز تعمل ايه واحنا وروق خلينا 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 مع أخواتنا اليابانيين منظمين وآخر محطة فمارسينيو ليه إحنا لما جينا تكلمنا هنا كريم وشرحنا قصة كولر وكولر بيحب ايه في الأجنحة وده يبلك من إعجاب كولر الشديد بطهر محمد طهر كولر بيحب اللعيب الجناح الويل بلد اللعيب القوي عنده الفيزيك بتاعه يقدر يشتغل وعنده قدرات سواء في الجزء الأمامي أو في الجزء الخلفي لما بيرتد اللعيب بيقدر يكمل جول 18